أهلا بكم في قرات مساء الأخبار وأهلا بالمتابعين والمشتركين الفيديو ده خاص بالأبراج علشان كده احنا مش منزلينه في القناة بإشعار لأن في كتير جدا من الناس مش بتحب تتابع الأبراج ولكن حابة تتابع التوقعات والأخبار ولكن هذا الفيديو لمحبي الأبراج برضه بنحاول نردي جميع الأطراف حتى لو كان قليل جدا اللي بتفرجوا على هذا الموضوع على القناة بتاعتنا طبعا احنا هنتكلم عن أربع شخصيات مهمة جدا في هذا المجال معنا ماجي فرح كارمن شماز جاكلين عقيقي وأيضا عبير فؤاد وهي اللي هنبدأ بيها النهاردة في جزء أول للموضوع كنا متكلمين عن ثلاث أبراج اللي فاتت عشان لو انتوا من هذه الأبراج تسمعوا برضه الفيديو تكلمنا عن برج الحمل تكلمنا عن برج التور وتكلمنا عن برج الجوزاء أول برج هنتكلم عنه النهاردة هو برج السرطان لعبير فؤاد وهو من مواليد 22-6-22-7 وطبعا التوقعات دي لعام 22 قالت عبير فؤاد لبرج السرطان إنه سيبتسم الحظ الجيد لمولود برج السرطان في العام الجديد وخاصة في النص الأول من السنة حيث ستتاح له الكثير من الفرص الرائعة وسيلقي الدعم من كل صوب معاكسة كوكب المريخ وفينوس وبلوت البرج السرطان قد تخلق بعض المشاكل والإزعاجات والمضايقات والخلافات في البيت أو في العمل لذلك يجب أن يكون أقصر مرونة في تعامله مع الجميع ده بالنسبة لعبير فؤاد أما جاكلين عقيقي لا سوري ما جي فرح ما جي فرح لبرج السرطان قالت أنه عامل انتفاضة والتغييرات المصيرية وقالت الآتي أن برج السرطان من أقصر الأبرق حظا في 22 بالنسبة للمشاريع والمال فهذه سنة أفضل بكثير من سابقتها وقد تشكل منعطب في حياتك وتدوق للحركة والعمل والمبادرة أما عاطفيا في الأجواء هدئة سوف تقدم هدية قيمة للشريك كبطاقة سفر وهو بدوره سيهديك هدية ثمينة تصر خاطرك وتقربك منه ولكن إياك وإهمار التفاصيل اللي بيحبها واهتم بشؤون الخاصة مهما كانت صغيرة أما عن جاكلين عقيقي وتوقعتها لبرج السرطان في عام 22 قالت ستقطف ثمار جهودك وأعمالك التي قمت بها في السنوات الماضية وستشعر بالرضا وتحصل على فرص جميلة في عام 22 تمام العمل المستمر والجاد هذا العام سيقدم لك امتيازات كبيرة ومكاسب مالية ومعنوية وتركيات فأنت أمام تحديات كبيرة في العمل إن أحرصت النجاح بها كسبت أما عن كارمن شماس قالت لبرج السرطان لـ 22 الآتي تتميز بالجرأة والعزم وقدرة عالية على التنظيم وده هيساهم بدفعك لتحقيق ما تريد فيه ازدهار في الجانب الإبداعي في شخصيتك في النص الأول من السنة وبنصحك الفلك بإنك توطد علاقاتك مع زميلك في الشغل وإنك تبعد عن إثارة المشاكل والنزاعات من الناحية العاطفية الجرأة اللي أنت بتتمتع بها دي هتخليك أكثر قدرة على الارتزام بعلاقاتك العاطفية فالكثير من اللقاءات والتوقعات بالارتباط في طريقها إليك كده تكلمنا عن برج السرطان هنخش على البرج اللي بعده هو برج الأسد وتوقعات عبير فؤاد لبرج الأسد 22 كلنا عارفين برج الأسد من موليد 23 سبعة ل 22 تمانية وقالت عبير فؤاد إن مولود برج الأسد هيلاء الراحة النفسية والاستقرار في 2022 بعد معاني كتير جدا في السنين اللي فاتت وهيبدأ السنة بالتفاقل والحماس والفلك هيدعمه في إزالة بعض العرقيل اللي وقفة في طريقه وهيديله كمان طاقة إيجابية علشان يقدر يمشي في الطريق الصحيح دخول كوكب المشتري إلى برج الأسد في بداية شهر سبعة ده هيدديله حظ كويس جدا وصحة كويسة ابتداء من ستة وشر سبعة والمدة سنة هيلقي مولود برج الأسد الحلول الجيدة لكل المسائل المعقدة والعالقة ده بالنسبة لعبير فؤاد لبرج الأسد أما ماجي فرح قالت إيه لبرج الأسد قالت إن سنة اتنين وعشرين هي سنة الحزوز الكبيرة والفرص السعيدة قالت هتكون سنة اتنين وعشرين سنة استثنائية مش هتنساها لفترة طويلة أو السنة اللي جاية يعني شايلالك الأمال والأحلام والحزوز على كل الأسعيدة العائلية المادية العاطفية ولكن دايما هيكون الحب والرومانسية في المرتبة التانية عندك خاصة خلال هذا العام عليك بقى إنك توطد علاقتك مع الشريك وتهتم بيه أكتر خاصة إنه بيتمتع بروح مرحة وبيمتلك حس الفكاهة اللي أنت محتاجها في اتنين وعشرين لأن الشجل هياخد كل وقتك وهيخليك لكنه هيجعلك تنتقل إلى حالة أفضل بكتير يعني حالة اجتماعية أو شكل اجتماعي أحسن من الأول ده بالنسبة لما يجي فرح لبرج الأسد أما عن جاكلين عقيقي قالت لبرج الأسد إنه لن تستسلم وهتثابر في اللي أنت مخططه وعالس تعمله في اتنين وعشرين هتتحلك سلسلة من الفرص الوظيفية وهتكون حياتك العاطفية على ما يرى نقدر نقول إن السنة الاثنين وعشرين هو عامل لنجاح والإنتاج وتقدم في عدة مجالات وهتكون أقصر تميزة أما عن كارمن شماس وبرج الأسد في اتنين وعشرين قالت هتتفوق في المجال الوظيفي في اتنين وعشرين وهتصدهر علاقاتك مع زملائك ورؤسائك في العمل الجزء الأخير من السنة سيتوافر خلاله الكثير من الفرص للي بيدوروا عن شغل أكثر ربحا أما عن الناحية العاطفية ممكن تلاقي بعض المشاكل الزوجية نسيجة لبعض التراكمات ولا يبشر الوضع العام بوجود فرص للارتباط بالنسبة لبرج الأسد على حسب كلام كارمن شماس ولكن يمكنك التوقع بحدوث مفاجآت بتقلب الأمور لصالحك بالنسبة لبرج العزراء وتوقعات عبير فؤاد ليه لعام 22 وبرج العزراء من موليد 23.8 ل22.9 بتتوقع عبير فؤاد لمولود برج العزراء أنه هيكون على موعد مع سنة جديدة مليانة بالنجاحات والأفراح والمناسبات السعيدة وجود كوكب المشتري وكوكب زحل وبلوته في برجه ده هيزود من ثقته بنفسه وهيحسسه بالاتمئنان خصوصا من الناس اللي حواليه بيحالف الحظ الجيد مولود برج العزراء في الأول كم شهر من السنة وبسبب الحظوص ده هتتفتح له كذا باب كانت مقفولة قبل كده وهيعيش حالة من الاستقرار والأمن والأمان عمره ما شفها في السنين اللي فاتت بالنسبة لما جيه فرح فهي بتقول برج العزراء ان سنة 22 هي سنة الجهود الكبيرة واستقبال الحظ في الصيف فبطول ممكن تنفق المزيد من المال مقابل عليك حد من أفراد أسرتك ولكن الحمد لله النتاج الصحية هتكون جيدة يعني ما تقلقش وما تديش ثقة للناس اللي ما تعرفهاش تديش ثقة للناس اللي ما تعرفهاش كويس خليك وقعي وما تضيعش نفسك في الأوهام في النص التاني من 22 هتحقق نجاح مهم وهتتمتع بشعبية ودعم كبير جدا فصل الصيف بالنسبة لك شايل لك تغيير مناسب ونجاح في أعمالك ومفاجآت ممكن مثلا تحصل على ترقية مكافأة تقدير رسمي لقدراتك مهم فيه حاجة كويسة جدا ومفاجأة كويسة من الناحية العمل او ناحية العمل او الشغل بالنسبة لجاكلين عقيقي سنة 22 لبرج العزراء هتكون أكثر إبداعا وثباتا واستقرارا على الصعيد المهني والمدي والعائلي شعارك في عام 22 هو العمل الجاد العمل الجاد بالنسبة لكورمن شماس وبرج العزراء 22 هي بتقول قد يكون التغيير في مكان العمل او حتى طبيعته مفيش تطورات مادية خاصة فيما يتعلق بأول ثلاث شهور علشان كده لازم انت تتحلى بالصبر وانك تبتعد عن التوتر والعصبية من الناحية العطفية يجب عن المتزوجين توخ الحذر وممكن تنشأ شوية خلافات او مشاحنات يكون سببها الرئيسي سوق الاوضاع الاقتصادية في بداية العام ده كلام كارمن شماس لبرج العزراء لعام 22 كده نكون انتهينا كده تكلمنا عن ثلاث ابراج في هذا الفيديو برج السرطان برج الاسد برج العزراء لعام 22 اشهر اربع شخصيات في علم الابراج ماجي فرح كارمن شماس جاكلين عقيقي وعبير فؤاد ما تنسوش كنا عاملين مبارح جزء اول لاول ثلاث ابراج معانا الحمل التور الجوزاء ما تنسوش تتفرجوا عليهم احنا بنعمل بالترتيب وبإذن الله بكرة هنعمل جزء ثالث لثلاث ابراج اخرين وهم معانا برج الميزان وبرج العقرب وبرج الكوس شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش بس تشتركوا معانا في القناة لو لسه مشتركتوش تدوصوا على زرار سبسكرايب وتفعلوا الجرس للكل عشان توصلوكم كل الاشعارات ولو عجبتكم فاكرة الابراج ياريت تكتبولي علشان نقطر منها في الايام اللي جاي وكتبولي تعليقاتكم وقراءكم وكمان تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس شكرا واشوفكم في خير فيديو جديد على قناة مساء الاخبار